خلينا بقى نبدأ مع حضراتكو أول أخبارنا وبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عقد محاضرة متولة كانت مع اللاعبين المبارح ده قبل بقى انطلاق المران استعدادا لمواجهة طلاقع الجيش في ختام نفسات بطولة الدوري الممتاز طلبهم موسيماني بإغلاق ملف مباراة الوداد المغربي والتركيز فيما هو قادم كمان حرس المدير الفني على الحديث في بعض النقاط الفنية لتنفذها وتصويب الأخطاء واستقنف الأهلي مرانه أمس بعد انتهاء الراحة اللي منح الجهاز الفني للفريق ده لمدة يومين عقب الفوز على الوداد المغربي بنتيجة 3 واحد زي ما كلنا تابعنا على استاد القاهرة حسم كمان التأهل إلى نهائي هنا دوري أبطال إفريقيا مبروك طبعا وإن شاء الله كمان نقول مبروك لما هو قادم